وفي أسواق المعادن النفيسة انخفض سعر الذهب بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سنادات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعادن النفيس الذي سجل 1846 دولارا للأقية محلي أن سجل عيار 18 862 جنيها للجرام أما عيار 21 فوصل إلى 1005 جنيه عيار 24 وصل إلى 1148 جنيها للجرام أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8040 جنيها أما في أسواق البترول العالمية فقد هبطت أسعار النفط بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة تراجعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 6.7% إلى 111.8% دولارا للبنية كما انخفض خام غرب تاكسوس الوسيط الأمريكي بنسبة 7.8% إلى 141.100 دولارا كذلك تراجعت أسعار المعزة عالميا بالنسبة 53.5% لتصل إلى 24.100 دولارا للتر وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 96.7% لتسجل 96.94 دولارا لكل مليون وحدة حرارية ترجمة نانسي قنقر